نهاردة دكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أعلن عن بلوغ عدد المواطنين اللي استخرجوا استمارات لحجز 22332 وحدة سكنية ده واحد 128008 قطعة أرض بأنواعها المختلفة طيب عدد 108008 أنا آسف 108008 تعالي في الواحد هنلبس النظارة بقى ولا نعمل ايه ودي نظارة قرية من الورقة مهم طيب عدد الاستمارات المختلفة دي على أنواع الأراضي ولا وحدات إلى آخر وقد إيه 95 ألف مواطن وسدد حوالي 40 ألف مواطن منهم جدية الحجز بيوضح معالي وزير الإسكان دكتور عاصم الجزار أن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتطرح حاليا هذه الوحدات السكنية فمشروعات جنة دار مصر سكن مصر إسكان متميز دي طابع ساحلي وأيضاً الأطمية جاردنز بينما بقى العشرة 1808 قطعة اللي في الإسكان المتميز أو الإسكان المتوسط والمتميز والأكثر تميزاً هم في المدن الجديدة وبدأ التسجيل بالفعل إلكترونياً لحجز هذه الوحدات ولحجز هذه القطع من الأراضي بدءاً من يوم 15 يناير اللي فاتوا لسه خلصان ده إذن لازلنا نتحرك الحمد لله والشكر لله بخطة ثابتة إلى الأمام يعني ما تسبش حد يحاول يعد ينغبش لك في دماغك على مسألة ده خلاص الدنيا بتقف ده خلاص ما فيش حاجة انسوا إنه هيبقى فيش وقت تاني انسوا إنه هيبقى فيه أراضي تاني انسوا إن الدولة مش عارف هتوفر لك كذا لا هو ما تنساش على الإطلاق بل بالعكس خلي عندك ثقة ويقين حقيقي إنه متطلباتك دايماً هتبقى موجودة على أي نطاق والله يا متطلباتك في الأمن الغذائي أكلنا وشربنا موجود ومطمئن إلى أبعد الحدود متطلباتك في سكن كريم موجود ومطمئن إلى أبعد الحدود متطلباتك فيه وجود مكان داخل المدرسة موجود لأبعد الحدود مكان داخل الجامعة موجود فرص العمل بإذن ربنا سبحانه وتعالى متوفرة فيه شرط واحد إن إحنا إحنا الأفراد بقى نعمل اللي علينا نشتغل لأ ومش نشتغل إيه بقى لأ ده إحنا نشتغل بأدنا وسناننا العالم كله شايف كده عشان تبقى فاهم يعني دي مش رؤيتنا إحنا بس في مصر ده العالم كله شايف إنه الحل الرئيسي هو زيادة معدلات الإنتاج وجودة الإنتاج الاتنين يعني بزود المعدل حجم الإنتاجية وبزود الكفاءة والجودة ده اللي هيحلح للمسألة غير كده غلط ما هوش صح على الإطلاق مش حد في الدنيا بيقعد مربع إيديه ولا حطت إيده كده هو على صدره ولا حطت إيديه جنبه وينتظر إنه الدنيا تتغير لا إنه الدنيا ما بتتغيرش كده ربنا سبحانه وتعالى وجهك بالعمل نصحك بالعمل أمرك بالعمل شو بقى الحد فين يعني وجهه نصحك وجهك وأمرك بالعمل العمل العمل اللي بجد طيب شكرا